اشتركوا في القناة علمية مؤثرة خلفت وراءها ارثا عظيما من العلوم والمعارف تم تدوينه بخط اليد ونسخه ونشره للعلماء وطلبة العلم وهو ما يسمى اليوم بالمخطوطات وامتدادا لهذا النشاط العلمي جاء اهتمام الدولة السعودية منذ نشأتها بالتأليف والتدوين فاصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى وعاصمة الدعوة الاصلاحية التي هي ضد الجمود والتخلف عاصمة تشع منها انوار المعرفة ويتزاحم عليها الوافدون من اجل طلب العلم واستمر هذا الاهتمام العلمي في الدولة السعودية الثانية وفي المملكة العربية السعودية التي اسسها الملك وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود ومنذ اربعين عاما ودارة الملكة عبد العزيز تتسابق مع الزمن لتعيد الحياة لوثائق ومخطوطات وأوراق متفرقة تقبع تحت غبار النسيان ويلفها الاهمال واللا مبالات بعد ان ادت في وقتها دورا مهما وقامت بوظيفتها خير قيام فاصبحت اليوم كنزا ثقافيا وثروة تاريخية هي الدليل الوحيد والموثوق عن الماضي الذي نتعلم منه التعامل الامثل مع المستقبل ومنذ ان تولى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز رئاسة مجلس دارة الملك عبد العزيز وبمتابعته وحرصه المعهود على المخطوطات والتراث الثمين اطلقت الدارة مشروع مسح المصادر التاريخية على مستوى المملكة العربية